الموضوع من السهل وبعدين هو الموضوع انه مثلا تيجي لو القضية دي نفسها حصلت في تركيا او في قطر لا ده انا عايز اقولك في قطر بقى في صحفي فرنسي اتحبس وشاف وتعذب واستضافته على فكرة كانت قناة روسية واحدة القناة الروسية ولكن عشان هو كان ضد قطر هذا الكلام او يعني في مرماله بيودين قطر لا يعني ده تم واحنا انا افكر حضرتك بحاجة لما تم حزف الاتويتر اللي هي الاكاونتات اللي على تويتر الكاذبة او التويتات هتحزف كم من على تميم الفلو بتاع تميم اكتر من ما يقارب مليون واحنا هنروح بعيد ليه هو اردغان واللي عمله في جيشه في القضاء اعتقل نص الشعب اه يعني محدش جي جنب لا ده الاخوة بتوع قناة الشارع ومكملين بيتغزلوا في الغزو التركي لسوريا ايه ده واحنا شايفين الفيديوهات المصربة اللي بالوحشية اللي بيمارسها الجيش التركي ضد السوريين لا احنا برضو عايز اقول لحضرتك هناك بعض التخزر من جانبنا كمواطنيين تجاه بلدنا ما هذا انا عايز اجيله عايز اخرج من المقارنات شوية بالدول الاخرى والدول الممولة واخش على اللي مفهمته من كلم حياتك ان فيه جانب نفسي داخل المواطن لازم اشتغل عليه ده شغل عليه بدور توعاوي من حضرتك ومن جهات اعلامية ولا من دور علماء الاجتماع انا هرد على حضرتك بس انا اسأل حضرتك سويل هو حضرتك مثلا ساكن في منطقته ساكن في منطقة مدينة نصر او مصر الجديدة لو حد جي كتب على الفيسبوك انه ده فيه انفجار في مصر الجديدة كم واطن هيقول له انت كذاب انا عايز كم مواطن هيسكت لحد ما يروح لأي جهة رسمية اسمها او انا او شايف بعناي انا دلوقتي لو قلت مثلا في شارع سين او 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 شارع انا نساكن فيه شارع بالزبط الشارع ده فيه كم مواطن مفيش شارع في مصر بيقل فيه عن خمس ستة الاف قصة طبعا طبعا هل احنا كلنا لما بنشوف معلومة كاذبة بندخل يا جماعة ده الكلام ده كذب لا بالعكس بالعكس ده احنا بنبص من الشباك لا يكون احنا وادمنا ما سمعناش او حتى لو باقصى يعني لو انت شخص يعني محايت تماما ما بروحش الاتريقة حتسكت مش هتتكلم مش هتقول له ده كذب لكن احنا شعب يريد تصديق الاشئيات يريد تصديق الاشئيات يا ريت يخش على الفيسبوك ويدخل عند الأخ اللي قال ده يقول له أنت كذاب أنا ساكن في الشارع والكلام ده مش موجود يعني في الآخر حضرتك بتلخص آية إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم يعني مهما جبنا أولماء وهو في الحتة دي لازل تشتغل على أنفسهم بالضبط أقول لحضرتك على حد أولاً لما تلاقي معلومة بلاش أولاً تشيريها وانت مش عارفها يعني حتى لو عاجبتك على فكرة لو قالوا النهاردة سي تن رفعت مرتباتكم عشان بس يبقى تذجبنا كله هتعجبكم شاير أنا هاجل قناة فما حدش فيكم هتصل بناشرة ولا هحد عشان يتأكد لا فهتشير بقى الزمائلك وصحابك دون أن تدري أن ربما يكون حد من القناة مشايرها عشان يعمل حاجة نفسية بينك وبين القناة طب تسأل طيب ما سألتك أسكت لغاية ما تتأكد أنه هذا الموضوع حقيقي ففرح لا مش حقيقي فخلاص بقى أنت ما ارتكبتش حتى يعني خطأ أو خطيئة أنك تشايع حاجة أنت تكون السبب فيها